إن الحمد لله نحمده ونستاعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فيا أيها المسلمون الموت نهاية كل نفس قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والمرء لا يدري متى يباغته الموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير والأعمال بالخواتيم ومن عاش على شيء مات عليه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء قوى البخاري عن سهل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم قال ابن رجب رحمه الله وإن الخاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليه الناس إما من جهة عمل سيء ونهو ذلك فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة توجب سوء الخاتمة عند الموت وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصلة وفي آخر عمره فتوجب له خسن الخاطمة وأن أنس رضي الله عنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليكم لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا وإن العبد ليعمل العمل برهة من دهره بعمل سيئ لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا وإذا أراد الله بأبد خيرا استعمله قبل موته قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله قال يوفقه للعمل الصالح ثم يقبضه عليه وهو الإمام أحمد بسند صحيح وأن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال فقلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف يشاء قال القرطبي رحمه الله في التذكرة لا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قرباتك فإن ذلك وإن كان من كصفك فإنه من خلق ربك وفضله عليك فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر بمتاء غيره وربما صلب عنك فعاد قلبك من الخير أخلى من جوه البعير فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم وزهرها يانع عميم فأصبحت وزهرها يابس حشيم وإذا هبت عليها الرياه العقيم كذلك العبد يمسي وقلبه بطاعد الله مشرق سليم مشرق سليم فيصبح وهو بمعصية الله مظلم سقيم ذلك فعل العزيز الحكيم القلاخ العليم ومن هنا يا عباد الله اشتد خوف صلفنا الصالح من سوء الخاتمة وشر العاقبة فقد كان أهدهم يعمل الصالحات بجد والشهاد وهو يخاف مع ذلك ألا يختم له بسوء وما ذلك منهم إلا تواضع وتعظيم للذنوب الصغيرة والزلات الناظرة فجمعوا بين العمل الصالح والخوف من الله عز وجل بخلاف المنافقين ومرضى القلوب الذين يجمعون بين سوء الأمل والأمن من مكر الله عز وجل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الاعتبار بالخاتمة قال ابن جمرة قال ابن أبي جمرة هذه التي قتأت عناق الرجال مع ما هم فيه من حسن الحال لأنهم لا يذرون بماذا يختم لهم وفي الحلية أن محمد بن المنكذر رحمه الله أنه بينما هو ذات ليلة قائم يصلي إذا اشتكى وكثر بكاؤه حتى فرغ أهله حتى فزع أهله وسألوه ما الذي أبكاه فاستعجم عليهم وتمادى في البكاء فأرسلوا إلى أبي حازم فأخبروه بأمره فجاءه أبو حازم رحمه الله فإذا هو يبكي قال يا ابن يا أخي ما الذي أبكاك قال رأت أهلك فرأت أهلك أفمن علة أم ماذا بك قال إنما مرضت بآية في كتاب الله عز وجل وهي وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتصبون قال فبكى أبو حازم أيضا معه واشتد بكاؤهما قال فقام بعض أهله قال جئنا بك لتفرج عنا فزدتنا فأخبرهم ما الذي أبتاهما ذكر الذهبي رحمه الله عن فضيل رحمه الله قال لسليمان التيمي أنت أنت ومن مثلك قال لا تقول هكذا لا أدري ما يبدو لي من ربي عز وجل سمعت الله يقول وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وكان سفيان الثور رحمه الله يشتد خلقه من الصوابق والخواتم فكان يبكي ويقول أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا ويبكي ويقول أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت وبكى ليلة إلى الصباح ولما أصبه قيل له كل هذا خوفا من الذنوب فأخذت ابنة من الأرض وقال الذنوب أهون من هذا ولكن أبكي من سوء الخاتمة قال ابن القيم رحمه الله هذا والله أعظم الفقه أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فتهول بينه وبين سوء الخاتمة حسن الخاتمة وكان مالك ابن دينار رحمه الله يطيل القيام من الليل قابدا على لهيته ويقول يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار ففي أي الدارين منزل عبدك مالك قال عبد العزيز بن أبي روات حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله فقال في آخر ما قال هو كافر بما تقول ومات على ذلك قال فسعلت عنه فإذا هو مدمن خمر فكان عبد العزيز يقول اتق الظنوب فإنها هي التي أوقعته قال الإمام عبد الحق للشبيل رحمه الله واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلها باطنه ما سمعنا بهذا أبدا ولا علم به والله ولله الحم وإنما تكون لمن به فصاد في الأقيدة أو إصرار على الكبيرة أو إقدام على الأوائم فربما غلب ذلك عليه حتى نزل به الموت قبل التوبة فياقضه قبل إصلاح الطوية ويستمى أن يفاجئه الموت قبل الإنابة فيظهر به الشيطان عند تلك الصدمة ويقتطفه عند تلك الدحشة والإياض بالله فكن يا عبد الله مستعدا لهذا الموقف الحرج والمقام المخيف فواضف على ذكر الله عز وجل وطاعته وأخرج من قلبك هب الدنيا واحترس عن فعل المعاصي بجوارحك وعن فكرك فيها وعن الفكر فيها بقلبك واحترز عن مشاهدة المعاصي ومشاهدة أهلها جهدك فإن ذلك يؤثر في قلبك إياك والتصويف في هذا الأمر فإنك لا تدري متى يباغتك الأجل فراقب قلبك من الأمراض المدمرة والخواطر المهلكة وإياك أن تهملها لهظة فلأل تلك اللهظة من خاطمتك والحمد لله رب العالمين الحمد لله جل جلاله مارم والتي كان كتاري سبحانه وتعالى كندن يهل يمكن تسلقر لك اللين التي سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت يمكن تسلقر لك اللين وكما يقول الله سبحانه وتعالى أنا أعطى التي يقول لك فكل لك مارم أن يمكن تسلقر لك كذلك أيضا سنسلسل تفقى اللوغات بيه فا دائما ساتي الجنة اللينية التي سبحانه وتعالى وما تدري نفسه ماذا تكسبه وما تدري نفسه بأي أرض تموت يمكن تسلقر لك وما تدري نفسه بأي أصدقر لك وما تدري نفسه بأي أصدقر لك وكذلك أيضا لا تدري نفسه وما تدري نفسه بأي أصدقر لك لم يكنaccord avec dire أن يكون قبراً لنا من هناك يمكن أن يكون المصير لكم من هناك إلى الأصول الثلاثة فأولنا صلى الله عليه وسلم أتكو من لا وي أنا إنبندن كنون قل لنقله أنا نقع الجناد كيفيراً بله نقولنا نقول أنا أولوجاً لنقل لنقله أنا نقع إنبندن كنون قل ناس أبون يمنيا قلو نتيجة كباي إنما الأعمال بالخواتم ابن رجب رحمه الله تعالى ترجمة نانسي قنقر 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 على موريه سبحانه وتعالى فكيرا ساب القرطب رحمه الله تعالى في التذكير أتو مغا كاوان لما ناغون مغا كاوان لسرقبين مغا كاوان سلين دانسومين مغا كاوان لما تبقى نسوان نانا ندوت انتو نكاتا اللي تكون أتنا سابني كنا نغلون ني فالله سبحانه وتعالى فساوان تاغوني نانكم كندي كنا اللي ناغا سباتي انا نحو بوكنا ناغا تبارك تبارك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سيروتا لا غرا وغتي بانه الجنة الوغتي بانه عن أمم من الدنادان كالليغ يسويا لكن يقول لها ناني أنه نابر الدناد من أكار كم بلن أم مخيرين ينكان لا غرا خسر الدنيا والآخرة الدناد لا غرا سوف كساري على الله النوكسي محمد بن المنكذر على كم سيري أنا جل ما دينا توانا قورني على المامي قوري من التابعين كوتانيو اجري ورون دي اغا سلين كم بلن اجيبه إسال لكي نقول لها ونهارة ونهارة ما أكاد نقول لها كانادا إذا سبار نموغسو أكوري كم بلن إذا كتا تغلل من أبو هازم إذا كتا أنيقو أين محمد بن المنكذر ومات هوهو كتا أهيونا تغلقل ولا سبار نموغسو أمكور كم بلن أبو هازم كتا محمد بن المنكذر أتالي من نغنيه أمكوري أغاو 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 اغاو أغاو 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 ومحقرات الدنوب فقال لك أبو حظم قال لك وكما يقول لك كما تسرى صعب لك وكما تسرى أبو حظم وبداله من الله ما لم يكن يحتسب وكما تسرى 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 كما تسرى أبو حظم اشتركوا في القناة 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 اللكم وسرح من الصلف وغير حالة فات هو كافر من ماذا قال كافرatoon فما لو عبد العز للتحدث عن اجلس لسرف فثايف Kuria والمرغية فات اعتذرن الن Renee بعد كل ن iens نفهم 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 نماري نCo about ن River ننسا شكل نفهم نفهم وان أما كراها ناو أنيون كما بغوها ناو فكيني الدول من نانا قوريني مدمن قمر بيأغاتنا نتاقى ماني حكا الدولم إذا لغني لا إله إلا الله عند الموت أتي أنا كافر بما تقولون فكين بلغني عبدالعزيز بن أبي رواد أني أغاتي نسرون دا أني اتقو الذنوب أتنو جنوبنها فإنها هي التي أوقعته جنوبنها غراروك لغارو برود لغار نوكس لكن أفضل هذا لا يتلقى للغني كنت بدخل أنه سورك فإن لغني فإن الله فإن الله أنه تلقى فإن صوت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة